لكن اللي نقوله هنا للجنيرالات شوف انظر عندي هنا ان شاء الله يعد المساعد باعثه اعتقد اني انا ذاك قلت لهم انا ذاك اعتقد اني قلت لهم حذروا لان الامور رحي رحي ممكن تبدل عندما تبدل امور متحدة بهذا معنى هالامور رحي جاية هذا وش قلت للمغرفة قلت لنعودها لكم عندما تبدل الامور المتحدة بهذا معنى هالامور رحي جاية هذا كان يوم 26 يوم جمعة الماض اليوم رحنا يوم خمسة دركن ننزيل نقول لهم عندما تبعث الامور المتحدة مرة ثانية فمعنى هالامور رحي طلعت درجة ثانية خلونا نحسبوا اننا وكأننا في درج 12 درج 10 درج 10 درج هذه الدرجة الثانية درجة ثانية عبروا عن القلق البالغ قالوا ان القوات الامن تستخدم قوة غير ضرورية مفرطة اتقالات تعسفية قمع المتظاهرين الى اخره قالوا ان قالوا العقوبات في اسلوب غامض قالوا انكم تقييد الحريات قالوا انكم ضربتوا الصحفيين والمدافع عن حق الإنسان والطلاب والمدونين والمواطنين قالوا لكم وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين انهال اعتقالات والاحتجاز التعسفية الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع من اعتقلوا الى آخره هذه الدرجة الثانية الدرجة الرابعة الخامسة هي تقريبا اللي راح فيها هذا التاع السورية خامسة تقريبا تقدر تقولها يعني بعد هذا بعد هذا لو كانت استمروا الان الجماعة الجاية او اللي بعدها وعشرين يوم او شهر يخرج بيان اقوى من هذا اسوأ بالنسبة اليكم صدقوني وانا اقول لكم الناس يعرفوا رأي في هذا الامر لن اكون سعيد ان يصدر بيان اقوى من هذا لماذا انا كشخص وحركة رشاد عموما نحن ضد التدخل الخارجي تحت اي ظرف كان تحت اي تبرير كان تحت اي مسمى كان تحت اي اعتذار كان او ضده على هل تدخل الخارج دائم سيء لا لكن تدخل الخارجي اجمالا سيء والقوى الخارجية خبرى عندما تبدأ تدخل في بلاد تولي فقط لمصالحها هل هي تدي مصالحها الآن او ام لا نعم رأي تدي صح ممكن نوله احنا مكان للصدام مكان للصراع مثل ما افوا مثل ما هي ليبيا وسوريا و اليمن و اوكرانيا و ارمينيا و كل هذه الاماكل المتوطعة و بلدان في افريقيا الى اخره تصبح مثلا الان في ليبيا و او ما لديك عندك داعمي حفتر امارات سعودية مصر اردن باسرائيل هم يسمى باسرائيل الى حد ما كانت الولايات المتحدة المانو البريطانيين شادين لعسام الوسط فرنسا معاه الاخرين داعمين اللي كانوا ضد حفتر داكرا هي تغيرت شوي الامر الاتراك القطاريين الايطاليين الى اخر بمعنى ان البلد تصبح قصعة يتقاتلوا عليها الناس كما القصعة انت على الطعام او انت على الكسكسي او انت على الرزو يتقاتلوا عليها شكونية كل كثرة جوعية يتقاتلوا عليها مثال فاحنا من هذا المبدأ نرفو بذلك واحنا ايضا تجربتنا انه التدخل الخارجي هو مثل خلنا نقوله هو مثل الخمر قد تكون عنده بعض المنافع لكن المضار انتعوا اكثر من المنافع انتعوا فالاصل في الاشياء في اي شيء لما يكون ضرر انتعوا اكبر تتركوا حتى لو كان فيه فايدة هنا او هناك شنا في موضوع ليبيا كانت عنده بعض المنافع لكن بعد تضح لنا ان الضرر اكبر مثلا ولذلك نحن الان موقفنا حاسم في الموضوع حاسم تدخل الخارج لكن هذا الموضوع ليس بدينا هنا ولا بدي اي تنظيم في الجزائر او اي جهة او حتى النظام ليس بديو يعني النظام الان ما عندوش اموال كثيرة اولا ثانيا الدول هذه راح تطلب منه بزاف باش تبقى تدافع عليه وما ما عندوش اصلا اه راح يبعث العسكر بتاعنا الى مالي النيجر هذا ما يكفيش اي مالا وشنو الحل امامو الحل امامو يسمع الشعب هما هذي اللي مش دخلتهم في الرأس مش دخلتهم مع انو عندهم امثلة كثيرة نعطيهم مثال الان عندما اندلعت المظاهرات في سوريا كانت سلمية وظلت سلمية 6 شهر لكن الاسد كان يقتل كل يوم يقتل 10-15-20 ويشجعوه شجعوه الايرانيين والروس و الى اخره بدل ان يستمع الشعب ما اسمع الهمش ومبعد وش صرع ولا فيه تدخل تدخل ميليشيات شيعية يقود حزب الله تدخل ايران تدخل روسيا تدخل تركيا تدخل جماعات سنية تدخل اوروبا كلها الدخلت فرنسا والمانيا كلهم كلهم موجودين هناك هذو 6 وغيرهم الى درجة انه اصبح الجيش العربي السوري كما يسموه هو رقم 7 او رقم 8 في سوريا والان هذا بشار الاسد لا يحكم ايضا جنود روس امن روسي وايراني هو اللي قرر ايضا اليوم في هذه الفيلا في هذا الداموس في هذه الحفرة في هذه المال وين يدرونه لا يحكم ولا شيء شفنا حتى كان صور مسيئة جدا كيفاش بوتين استقبله وكيفاش كان جندي يحبس فيه وكيفاش هو يرتمي على بوتين ومثال الاخرية ان شاء الله بارك انصار بشار لا يزعفوش لانني نصف لهم في حقيقة قد تكون مريرة وهما مرات ما يحبوش يشوفوا الواقع يحبوش يعيشوا الاحلام عليكم لماذا يا جنرالات البلاد يا اخوانا احنا نقول لكم اخوانا لانه على الاقل نشتركوا في الوطن يعني يا جنرالات البلاد لماذا لا تسمعون للشعب وتفتحوا البلاد على مصر عيه التدخل الخارجي هانا بدنا فيه هاهو هانا دخلنا لدرجة الثانية لدرجة الثالث راح يكون خطاب أسوأ وراح يصدر بيان ربما من الخارجية الأمريكية واحد آخر من خارجية ألمانيا والآخر من شعار من خارجية بريطانيا ويبدأوا يقول لكم اسمعوا سيقمروا وحكم احنا رأى عنا حق الإنسانة وما رأى هما بهم لا حق الإنسان لا ولو بهم مصالحهم لكنهم تعطوهم فرصة لماذا يا جنرالات البلاد يا شنغريحة ومن معاه يا راشد يا ومن معاه يا بن علي بن علي ومن معاه يا قايد يا ومن معاه وقايمة طويلة يا ولد زمير يا ومن معاه لماذا لا تستمعون للشعب وتجدون حل مع الشعب وهناك إمكانية للحل هائلة أنا تقدمت مقترح منذ سنتين للقيد صالح منتع الحصانة وحتى قبلها السابع قلت لكم ممكن حتى تعطى لكم مال كي الناس يعترضوا على هذا من حقهم أن يعترضوا لكن أنا أرى أنه مصلحة البلد قبل مصلحة تحقيق العدالة يعني العدالة مهمة جدا لكن في أوضاعنا قد ينضيع يضيع البلد لأنهم يتحشروا في الزاوية يبدوا رح يشوفوا رواحهم بل رؤوسهم رحي قد تقطع في الساحات العامة أو يسجنون أو نحن نقول لهم لا لماذا تصلون إلى هذا الوضع تولوا هاربي هاوليوم كل مع بشار الأسد هناك قوائم سوداء لا يستطيعون أن يسافر ربما يذهب إلى موسكو فقط أو إلى طهران وربما ربما الصين وفي الغرب لديهم أملاك طبعا الغرب هي الجنة بالنسبة لهم لديهم أملاك وبنوك وفلاتها أما لفرنسا الداتا ولبريطانيا الداتا ولأمريكا الداتا تمثلي عندكم في اسبانيا وعندكم في إيطاليا وعندكم في سويسرا وعندكم في كل مكان طولت عليكم يا إخوان أنا فتنا ساعتين سامحوني أه لماذا لا تسمعوا الشعب وممكن حتى تبقى في البلاد تبقى لكم بالله مثلا كل واحد تبقى له فيلا والشقة مثلا وكل واحد يعطى مال مبلغ من المال ويعطى حصانة خير من اللي توصلوا إلى أنكم تولوا ترحوا للتيبي وانتم ما عندكم معاهم يجبدو لكم ملفات تسعينات معناها صعبة هلين نصحكم ولا أريد أن أطيل أكثر صدقوني يجيون تندموا أنكم لا تسمعون الشعب شعب رهمه سالم شوفوا خرجوا الأمريكان رحوا وحرقوا الكونغرس وماتوا 6 أو 7 وقامت القيامة في أمريكا قبل شهرين فقط في الستيانير اللي فات بالضبط في الستيانير شهرين قيامة قامت ومازالت رهي مشاكل عندهم كبيرة في أمريكا الفرنسيس اللي جيليجون كانوا كل سبت يحرقوه نحن ما نقوله اللي جيليجون ليس شرط اللي جيليجون اللي يحرقو ممكن جهات أخرى داخلها لكن اللي جيليجون كان يتظاهروا تحترق باريس ومدن أخرى هذو هذو اللي يسموهم الغرب المتحضر وحضروا هاو الشعب متاعكم شوفوا هاو عامين كاش نهار شفتوا يعني اللي ماتوا لحد الآن إخواننا خمسة أو ستة في الحراك كلهم بلطاجية أو البوليسية قتلتهم أو البلطاجية وعلى رأسهم أخونا حسان بن الخده أول شهيد بإذن الله انتوما مدام دعوة رهي مازالت سلمية والشعب رهي مازال مسالم بسح موش رح يطول رح يبقى مسالم بسح رح يتجذر شعراتها اليوم راتيكالية جدرية قوية قوية جدا تخيلوا لو كان يعودوها نهار الثلاثة على الشباب طلبة تخيلوا الآن رأي فيه حديث على أن السبت لا مش غضوة السبت اللي بعده يكون خروج وكان بعض إخواننا يطالبوا السبت والحد والاثنين وكان اللي يطالبوا بسبعة أيام تخيلوا يشتد والناس رح يتعاني وراه يتجوها وراه يتفقر وراه يتحقر تخيلوا يخرجوا الناس مرة واحدة وتنفجر فيه كاش بعد ظهر ولا بعد مغرب ولا بعد عصر في كل مكان ويذهب الشعب إلى المقرات ويحاصرها تولوا فيه وضع حرش وتولي يطلقني من شنتيجك وتولي الهربة تسلك ولا تستخد مسلح ضد الشعب تزيد الأمور تكون أبشع والجنود يدوروا عليكم وين رايحين وين رايحين رقم عايشين في عالم آخر عالم شهوات ملذات وكل واحد يقول يكورش في الآخر يطلع له في المورا على الله ما يدروا حاجة يا قام يا خام عندهم عامين واش داروا هو هذي ثاني مبارك قال لهم مبارك في ديسمبر 2010 قالوا له راكي المظاهرات راح تخرج وكذا قال لهم خليهم يتسلوا خليهم يتسلوا إذا المساعد رايح يلقاها بسرعة يبعث هالي نوريها للناس هنا وبشار في مارس قالوا له دار حوار مع مجلة أمريكية وبريطانية قالوا له انتفذت ثورة في أطاحت ببن علي وأطاحت بمبارك والآن رايحي ضد صالح التعليمان وضد القذافي التعليبية ألا تتوقع ثورة في بلادك أيضا قالوا لا لا شعب شعب كله معي اتخابات أنا جبت فيها مية في المية واش اتخابات أو قريب من مية في المية يوم مش تلجبتها المخابرات كتبتلك كانوا يكذبوا عليه لكن بعدها بأسبوع ولا تفجر الشعب في سوريا شوفوا سوريا ونملت تقارير اللي هتوصلكم يا شنغريحة أو جينييرالات لأنكم مسكين ما هي مش تقارير صحيحة راهم يخافوا منكم ضباط اللي قال منكم يخافوا منكم يبعثوا لكم تقارير كله جيد كله جميل الربيع والشمس مشرقة والشعب لبس عليه والله حتى يقول لكم لحشوية الحلاي سيئة هنا وهناك الاخرة يبسطوها يخافوها نهار اللي بدأ الحراك في 22 فبراير 2019 وصلتني التقارير اللي وصلت في نفس الليلة أو كانت في اليوم اللي بعدها كنت كلمتكم عليها اللي وصلت للقيد الصالح كان واحد من الأحرار هناك يبعثهم لي يقولوا له في سطيف خرجوا 200 شخص مثلا يكونوا خرجوا 20,000 يقولوا 200 وين خرجوا 10,000 يقولوا له 100 وين خرجوا 5000 يقولوا 50 بمعنى ينقصوا 100 مرة العدد يعطوا 1% أو 2% أخرج صالح قالوا مجموعة من المغرر بهم في 26 فبراير لأنه كذبوا عليه أو بعد كيف بدأت وشاف كرسيه في اللعب بطل راح قال هذا استعمار ثاني وهذه عصابة وطيح البوتفليقة إلى آخره درك الخاوة لماذا لا تريد أن تكرر هذا المكرر الجنيرالات لماذا تكرر المكرر وتجرب المجرب وتدخلوا البلاد في هاوية والله أنتم تكون رؤوسكم في الساحات العامة لماذا تذهبوا لهذه الحدود وهذه المرة ليس كل مرة تسلك الجر لماذا سمعوا يهديك مربي وقبلوا شعبكم والشعب يطال بتقريب مصير ودولة مدنية واللي ما زال صالح منكم يبقى في الثكن ويبقى في منصب واللي يكبر يروح يرتاح واللي رايشوف راح يزور المقابر ورح يزور السيميتيار باش يعرف انك قداش فيها لزان ديسبونسابل اللي كانوا يظنوا بلابيهم لارض ما تضرش وخلوا الشعب يبني دولتو وخلوا الشعب يختار من يحكم والجزائر اصلا راح فيها هموم ومشاكل تحتاج سنوات باش تتحل الناس راي تنتحر الناس راي تنتحر اذا راكم تم عايشين بالغزلان وبالخروف وبالمدخول اقل واحد فيكم يضرب بمئة مليون هذا غرف الشهرية وبلوروا بالسيارات اخر طيراز على ظهر الشعب الشعب راهوا كالي ما يلقى السبات راه هذ المسحوقين يقدروا هم يقلبوا عليكم الدنيا انصحكم ويعلموا الله اني لكم من الناصحين استمعوا الشعب قبل فوت الواء جمعة والاروعة اخواني كانت جمعة من اروع ما يكون وستكون باقي ما هو قادم من اروع ما يكون وسينظم لها السبت ايضا باذن الله اذا رأيتم ذلك واذا رأيتم الحد فليكن ايضا الاحد سنبلغ ما تريده اغلبية الشعب او ما نعتقد انه اغلبية الشعب تريده حي الله احرار البلاد في كل مكان حي الله الذين لا يخشون العصابات رهم على الابواب اما ان يستمعون يرجعوا العقل اما ان يندخرون ويسقطون ويرحلون قريبا باذن الله تقوم دولة الشعب